احنا دايخين يا جماعة? دايبين. اه ايش تا يعني? اه اقفل الا يعني انتم مصممين تلبسوني شنب ولا اف ولا يا راضي يلزق ولا الموضوع عادي جدا. سادة اشايفكم احسن دلاتة. اسمه مشاهير ايه? هو مشاهير حاجة. جبس. اوكي. ده برنامج مشاهير الزفت. مشاهير الجنس. يعني يا جماعة بعمل ايه? انتم مش عايشين في الدنيا? انا بكتب اغاني يا جماعة بكتب اغاني سخيرة وبكتب اغاني يا ابو حفيظة. احد فيكو تفرج على اعلاننا ابو دافون في رمضان? لا. طب حد اه اه صام في رمضان? بمناسبة تلك اللامة فلامة هناخد سيلفي نقول فيه ايه? انا لو فتحت في ضحك ايه والله العظيم ما هنعمل حاجة. المهم ما انا عملت اعلان بو دافون ده. اسمعوا راديو اه? لا لا. شباب ورياضة? لا لا. كورة اف ام? لا. تمام طب انتم جايبيني ليه? جماعة ابوكو. ما تعارفين ايه? المهم يعني اعملت كل اعلانات الكورة اللي على كورة اف ام اه انا اللي عملها. الحمد لله. خمسة وتمانين في المية من الاغاني بتاعت اه البرامج. الحمد لله انا اللي هيدي فيها. فاعطاق ان انا مش محتاج اتكلم عن نفسي. ولا محتاج? محتاج? انتم جايبيني ليه? انت انت اللي بتصور انت جايبيني ليه? طب انتم عارفين انا مين? لا. بعد ماتش السوبر ما بين الزمالك والاهلي. حسام غالي ضايع اخي ضربت جزاعة حطها في السامة طبعا زي ما الناس كلها عارفة. فجات في دماغي اغنية للمكلسوم اه. عارفين مكلسوم? لا. فقلت لهم. كورة حسام غالي راحت فين? دورنا عليها في كل مكان. في ناس شافوها هناك في شبين. وناس بيقولوا فعدن. عدن. شانت اهلاوي اهلاوي. جالي كومنت على الاغناة من واحد اسمه عبدالله سليمان. قالك ايه بقى? قالك والله ان اللي بيغني ده شبه الكورة. يعني احب اقول له والله ان حمرة. والله ان هذا اللي بيغني شبه الكورة. والله ان حمرة. جالي كزا كومنت على بوست كنت نزلته. عارفين بكاري ثانية? لا لا. طب عارفين مانشستر سيتي? لا لا. طفيحة داع برا? ممكن ان ده لا. كان متصور هو وامراته. مراته حلو جدا وهو افريقي. كتبت قلت يا جماعة شايفين بكاري ثانية متجاوز مين? واحنا البنت عندنا تبقى بكاري ثانية وتقولك لا ما يستهلنيش. كمية شتايم يعني في واحد قال لي بكاري ثانية ده احسن من امك. في كومنت كمان جالي من سارة بتقول لي فين الضحكة. اه فين الضحكة? الضحكة. احسن اقول ايه? يمكن انا اغرب واحد في الدنيا ممكن تكون جات له لساير على الاثرز. في واحد سمحمد كمال بعت لي قال لي ايه وانا ممكن الحس ودنك. قلت له حبيبي تسلم. اقول له ايه. مش عارفة. معارفتش اقول له ايه يا جماعة والله. انا في تصوير. خلي ماما تدهولك. طب يا حبيبي انا عن التصوير. نص ساعة اكلمك. سلم على ماما. اه تعارفين ماما? لا. طبيعي طب. طبعا تعارفين بعض? لا. مليجي اه عايزة صور معك اه بنظرة مليجي. انا مبصرش عادي. اغرب مرة اتصورت فيها في حياتي مع حد. كنت قاعد في مكان كده بدون ذكر اسمه. اه عشان معارفش اسمه. مش عشان عاجة. فلاقيت واحدة. امت? امت اللي بتطلع مع ابو حفيزة? لأ نتصور بقى. تصورني الموبايلك. وانا مش فاهم طبعا انت هتاخدت صورات زي بس. سيلفي. ماشي سيلفي. وتقوم رجبة على كتفي والله العظيم. ومش بقديها. ماشي بايه? اول مرة اشوف المنظر ده يا جبعة. فاولة ما عام كده عايزة اقولها طب مكن بالراحة. والله مش عاق ومحروف جدا. ساعتها سدقت ادم لما قال عيني عن فوق كتفه هموم جبلين. بدأت تتقل بقى ايها? يلا فانا مش عارف ادوس على الزرارة بتاع التصوير. عمال افكر في حاجات كتير جدا. وبعد اما تصور طب مين هيرفع الحاجات دي من على. خد الصورة ابعتها لي بقى على الفيس. بس ايه رأيك في الصورة? تجي تصور صورة تانية? ولأ حاتم بتقول لي اعلام فودافون كان جامد جدا. بمناسبة اعلام فودافون يا جماعة. اه كعادة اي حاجة بتنزل على السوشال ميديا بيبقى فيه مؤيد وفيه معارض وفيه ناس مبسوطة وفيه ناس متضايقة. من الحاجات الغريبة اللي حصلت ان كان فيه حد بدون ذكر اسماء هو اسمه هشام عفيفي. اقسم بالله يا هشام ما هسيبك. جاءت الفرصة ان انا ارد. هشام عفيفي نزل فيديو كده يعني بيتري على الاعلان بيحلله يعني. ففيه جملة من الجمل قالك يا جماعة هنا الكاتب استخدم قسم السل باب الرزع. المهم ان هشام عمل اه اعلان للانشون. قال ايه بقى? كل لانشون كل سوسيس اه هتحيت تخليك حسيس اه. ده بقى عندنا ككتاب اغاني بنسميه بباب النحت بالعافية في بحر الوزن والقافية. عارفين هشام عفيفي? لا. دي حالة بقى. طب انا هراحي زي يا جماعة. طب حد هيفوكي المايك? لا. حد ما عفاكت خمسين? نعم. كروت حسام غالي هنا.